أعلنت وزارة الصحة أن مجموعة من تلقى التطعيم المضاد لفيروس كورونا في مملكة البحرين بلغ أكثر من 300 ألف شخص من خلال الإقبال الواسع على تلقي اللقاحات المتوفرة والتي بلغت خمسة أنواع معتمدة من الجهات الطبية الرسمية سباق محموم تخوضه مملكة البحرين في حربها ضد فيروس كورونا كوفيد-19 وسلالاته المتحورة متسلحة بوعي المجتمع الذي أقبل على تلقي اللقاحات المضادة لكورونا عبر الحملة الوطنية للتطعيم أكثر من 300 ألف شخص تلقوا اللقاحات التي وفرتها مملكة البحرين بشكل مجاني للمواطنين والمقيمين على أرضها بهدف تحصين المجتمع من هذا الوباء باستخدام خمسة أنواع من اللقاحات المتنوعة لتكون البحرين من أوائل الدول على مستوى العالم التي وفرت خيارات متعددة من اللقاحات الآمنة والمعتمدة من الجهات الصحية الرسمية والمنظمات الدولية المعنية بدوره كشف الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة أنه سيتم استخدام 300 ألف جرعة إضافية من التطعيم المضاد لفيروس كورونا خلال شهر مارس الجاري وفقا لجدول التوزيع وكمية الطلبيات وقال وكيل وزارة الصحة أن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا قد وضع ضمن أولوياته المحافظة على سلامة وصحة المواطنين ووقايتهم من الفيروس عبر توسيع حملة التطعيم الشاملة لأخذ التطعيمات المضادة لكورونا وتكثيف حملة التحصين لمواجهة الجائحة لذا فقد تم الإسراع بخطوات التنسيق لمضاعفة طلبات جرعات التطعيم من أجل حملة تطعيم موسعة خلال شهر مارس الجاري وفقا لكميات الجرعات التي سيتم استلامها من الشركات المصنعة بحسب جدول التوزيع والله شيء اللي شجعني يعني قاعدت شوف الناس قاعدت تقبل على الموضوع وهم قريت عنا في النت ما شاء الله يبين يعني اللقاح فيه منه وائد فوائد يعني انه قاعدت شوف يقل من حدة انتشار الفيروس وحتى الأعراض قاعدت تخف الحمد لله يعني الإجراءات كلش سليسة وسهلة أنا شخصيا يعني لما جلسك ثم تلاحظوا أن كل دقيقتين تقريبا عشرة أشخاص قاعدين مشهوم عشاء الله الكل لازمين طعامنا أنها مسؤوليتنا كأفراد ومسؤوليتنا حق المجتمع خصوصا حق تبار السن يعني إحنا دخلين التطعيم مو بس نحن نقلس نقعنا حق تبار السن عشان ما تصلهم طرولا ويعكس الإقبال الواسع على أخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا المسؤولية الوطنية والوعي المسؤول الذي يتسم به الجميع وحرصهم على الحفاظ على صحة وسلامة أنفسهم وعوائلهم ومحيطهم المجتمعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر